أنه بيرجعوا إلى التوراة والعهد القديم بمعنى إيه؟ هل هذه النصوص الدينية بها ما يبرر لهم؟ هم بيفسروا ببعض الفكرة الصهيونية قائمة على أن دولة إسرائيل تمتد من أماكن متسعة من منطقة الشرق الأوسط وأنه في نصوص يعيدوا تفسيرها ويعيدوا نبوءة أشعياء ويعيدوا تفسيرها ويعيدوا قرائطها من جديد بهذا الشكل إنما الشكل الذي يعني دعينا نتحدث عن العنف يعني نرجع للعنف أنا حبيت أتحدث عن العنف من خلال هذا المدخل أنه العنف الذي فيه قدر كبير جدا من التعصب وقدر كبير جدا من الكراهية يعني العالم كله بيدعو إلى نبز ثقافة الكراهية الحرب في غزة يعني تؤشر على شكل من أشكال الكراهية لم يكن موجودا أو يعني الناس كلها بتتكلم عن التسامح وأن العالم يتحاور حرب غزة بتقضي على الحوار وبتقضي على التسامح فضلا عن أنه نمط القتل نفسه غريب يعني واحد يقتل الأطفال ويقتل النساء ويهدم المستشفيات ويهدم المدارس ويهدم الحاجات الخاصة بالأمم والتحدة الباباني الخاصة بالأمم والتحدة يعني هو بيعمل تجريف بالفعل وأنا لما كتبت المنقال كنت أقول أنه هذا النوع من التجريف هو تجريف للإنسانية وتجريف للنحية الإنسانية في العالم كله وللفكر الإنساني في العالم كله مؤسس على فكر إنساني وفيه دعوات إنسانية كبيرة جدا حملها الفلاسفة وحملها الرجال الدين وحملها الفن وحملها حتى البواسيق الدولية اللي بتدعو إلى حقوق الإنسان وإلى حماية الطفل وإلى حماية المرأة وإلى كل الكلام ده تم دهسه وتم تبزيقه وكشف صورة جالية جدا وواضحة بيكتشفها بعض العلماء ويتحدثون عنها إنما هي اتضحت بشكل حتى للإنسان العادي جدا أن العالم الذي نعيش فيه هو عالم فيه ظلم كبير جدا وفيه تناقض كبير جدا بينما يدعى إليه في الكلام وفي الخطاب وبينما يمرس على أرض الواقع حضرتك الحقيقة قلت تعبير جيد جدا بتقول الغرض هو تجريف هذا المكان تجريفه يعني إنهاء هذا المكان بمن عليه هو التجريف هنا بمعنى أن أنا ذا ببنجرف الأرض فبنشيلها يعني بنجرف العمران يعني بنشيل العمران كله من مكانه يعني هو بيقضي على العمران البشري الموجود في غزة بطريقة منظمة طريقة ممنهجة بيبدأ من منطقة ثم ينتقل إلى منطقة أخرى ثم ينتقل إلى منطقة أخرى وكل منطقة بيجرفها بالمعنى ده أنه هو ينقل سكانها إلى المناطق البعيدة عنها بحيث أنه هو في الآخر خالص هنجد غزة دي عبارة عن منطقة خراب أو يعني كما يقال يعني هي تبقى أثر بعنعين يعني تبقى أثر بعنعين يعني إخلاء المكان بالكامل من سكانه المكان بيتجرف ولذلك الخوف هنا أنه هذا النوع من التجريف ينتقل إلى أماكن أخرى مثلا دفع الغربية مثلا أو أنه يعني يبقى فيه مؤامرة كبيرة جدا للقضاء على الفلسطينيين كلهم أو يعني سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو سواء في غزة أو في الضفة الغربية نحن يجب أن الناس يكون حذرة من هذا المخطط